موسيقى الرئيس السيسي واجه بانشاء مقرق المنظمات الدولية بالحي الدبلوماسي وفقا لأعلى المعايير بالتعاون مع الأمم المتحدة موسيقى رئيس الوزراء العراقي يعلن اعتقال الشبكة الارهابية التي نفذت تفجير مدينة الصدر شرقية بغداد موسيقى وتجدد وغط للأمطار في مناطق الفيضانات المنكوبة في ألمانيا وسط تحذيرات من موجة تقس سيء موسيقى موسيقى الثانية صباحا أثانية عشرة بتوقيت جرانتش مجازن اخباريون جديد يأتي حضراتكم من القاهرة أهلا بكم مشاهدين الكرام وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء المقر المركزي للمنظمات الدولية بالحي الدبلوماسي بالتعاون والتنسيق الكامل مع منظمة الأمم المتحدة وفقا لأعلى المواصفات والمعايير الهندسية المعتمدة عالميا جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من المسؤولين حيث تناول الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة خاصة الحي الدبلوماسي ومقر المنظمات الدولية أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى اللاكاظم اعتقال الشبكة الإرهابية التي نفذت تفجير مدينة الصدر الشرقية بغداد العاصمة وكان اللاكاظم التقع عائلات ضحايا التفجير حيث أكد أن الوضع السياسي هو الذي أنتج هذه الفوضى على جانب آخر أعلنت عمليات بغداد أن قوات الجيش ستتولى الملف الأمنية في مدينة الصدر أعلنت وزارة الله صحة خروج 422 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 227 ألف و490 حالة وأشرت الوزارة في بيانها أنه تم تسجيل 38 حالة جديدة تبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقاً لإشهدات منظمة الصحة العالمية لفتة إلى وفاة أربع حالة جديدة استجل المغرب أعلى حصيلة للإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ نوفمبر 2020 حيث بلغ هذا المؤشر 494 حالة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة وأفدت وزارة الصحة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد بنحو 4500 حالة وتعتبر حصيلة أعلى مستوى للإصابات الجديدة بفيروس كورونا في المغرب منذ يوم الرابع عشر من نوفمبر أعلنت إسبانيا أنها ستفرض حجرا لعشرة أيام على المسافرين الوافدين من الأرجنتين كولومبيا، بوليفيا وناميبيا اعتبارا من السابع والعشرين من يوليو وذلك في إطار إقراءاتها للحد من تفشي فيروس كورونا كما يمكن أن يقتصر هذا الحجر على سبعة أيام إذا قدم المسافر فحصا سلبيا لفيروس كورونا في اليوم السابع وفقا لما أوضحته وزارة الصحة الإسبانية بدأت الأمطار تتساقط مرة أخرى في المناطق المنكوبة غربية ألمانيا بعد نحو أسبوع ونصف الأسبوع على الفيضانات التي أغرقت المنطقة وتوقعت خدمة الأرصاد القوية هطول الأمطار بمقدار 30 إلى 40 لتر كحد أقصى للمتر المربع خلال النهار وذلك بولاية راين لاند بفالتس إلا أن التخصى قد يتدهور بدءا من صباح الأحدى وعرضت السلطات على سكان هذه المناطق إخلاء منازلهم يلتقي منتخب مصر الأولمبي مع نظيره الأجنتينين صباح اليوم في الجولة الثانية من دور المجموعات بدورة الألعاب الأولمبية ويبحث المنتخب الوطني عن الفوز للاقتراب من التأهل إلى الدور القادم وتعدل منتخب مصر الأولمبي في المباراة الأولى أمام إسبانيا سلبيا بينما خسرت الأجنتين بهدفين أمام منتخب أستراليا ختم المجزة مشاهدين للمزيد من الأخبار يمكنكم دائما متابعة موقعنا على الانترنت كما يمكنكم متابعتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستغرام كذلك يوتيوب شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله